الرجل اللي تشوفونه أمامكم هو طبيب عراقي أزاد نجار موليد بغداد عام 1968 الدكتور أزاد نجار صنع قصة نجاح ملهم للعرب المغتربين في الخارج ولفت أنظار العالم إليه تمكن من ابتكار قلب صناعي ليحيي الأمل في قلوب ملايين المرضى حول العالم درس في كله الطب في جامعة الموصل في عام 1986 وكان الأول على دفعته وفي عام 1995 هاجر للسويد وتعلم اللغة السويدية وأتقنها عمل كطبيب في أحد المستشفيات في السويد نال تخصص البورد السويدي في جراحة المسالك البولية في عام 2008 البورد السويدي هي أعلى التخصصات الطبية في السويد هو الآن استشاري في هذه الجراحة لديها الكثير من برآت الاختراع في مجال العظاء الميكانيكية والأدوات الجراحية للعمليات طبعا القلب الصناعي في مراحل النهائية وسوف يتم عمل التجارب عليه في المختبرات والحيوانات أجل لكم الله قبل زراعة في جسم الإنسان بحلو العام 2023 عموما رجل عراقي مبدع ناجح أتمنى للتوفيق السلام عليكم